السلام عليكم موضوعنا اليوم هو البحث الخامس المناعة الخلوية بخاصة موضوعنا هو الخلية التائية أو خلية التاء أو T-cells سنتكلم عن مراحل هذه المناعة عن المستقبلات المشاركة في تفعيل الخلية فسترون أننا سنتكلم عن كيفية إرسال الإشارة في خلايا التاء ما هو هذا التفعيل وما هي ميزاته وأيضا الاستجابة الوظيفية لخلايا التاء وختاما بشكل مختصر هجرة هذه الخلايا فاختصار المناعة الخلوية لخلايا التاء تعالج مايكروبات هذا كلام عام وإنما المناعة الخلوية تعالج أي مرض من الأمرض سواء إن كان مرض معدي مايكروبي أو غير مايكروبي سواء إن كان مرض مناعي أو غير مناعي فبالنسبة للميكروبات فسوف تبتلع من قبل الخلايا البالعة اللي سميناها فاغوصايتس هون اختصاصا طالما أننا نتكلم عن خلايا التاء فنقصد بالخلايا البالعة خصيصا هنا هو الماكروفيجز الخلايا البالعة الكبيرة أيضا المناعة الخلوية تعالج تعالج فيروسات وبعض البكتيريا التي تشبه الفيروسات والتي تعيش ضمن الخلية ضمن الخلية طبعا كتابكم يعطي عدة أمثلة من هذه الميكروبات هذه فقط للمعرفة العامة وليس لكي أسألكم عنها فيضربون لكم أمثلة عن البكتيريا مثل المايكروباكتيريا عصيات السل والليستيريا والليجينيلا أيضا بعض الفطور مثل الكريبتوكاكس وبعض الحيوانات الصغيرة التي نسميها عادة بروتوزوة مثل ليشمينيا أو تريبانوسوما بعض البكتيريا التي تشبه الفيروسات والتي لا تعيش إلا ضمن الخلية الأمثلة هي هي وهناك أيضا أمثلة أخرى قليلة من المايكروبات التي تشبه أو البكتيريا التي تشبه الفيروسات والتي لا تعيش إلا ضمن الخلية هناك تعبير يكثر في هذا الفصل وهو كلمة إفكتر إفكتر تيسز أو إفكتر فيزز ترجمتي له هي إفكتر بمعنى عامل أو فاعل أو فعال أو فعال فمنسبة الخلايا سميتها خلايا عاملة أو فاعلة أو فعال ربما كلمة إفكتر أقرب لأن نستخدم كلمة فعال في ترجمتها فكيف تتكون المراحل الفعال لخلية التاء طبعا نبدأ عادة من الخلايا عديمة الخبرة اللي هي سميناها نايف الخلايا عديمة الخبرة تتعرف على جزئها الذي تختص به تختص في مقاومته أين تتعرف عليه في الأعضاء اللمفاوية المحيطية وهي العقد اللمفاوية والطحال بشكل رئيسي فعندما تتعرف سوف تتكاثر لأنه بدنا عدد كبير لمعالجة هذه المايكروبات فيتبع التعرف تكاثر بعدها يتم أو أثناءها يتم إنتاج العديد من السايتوكاينات السايتوكاينات مما يؤدي إلى تمايز هذه الخلايا عديمة الخبرة إلى خلايا عاملة أو فعالة وخلايا ذاكرة طبعا معظمها سوف يموت وتبقى خلايا ذاكرة لتستمر في عملها الخلايا العاملة أو تتفعل ثانية أو تتحفز استخدمت هذا التعبير أكثر تتحفز وهو عمليا تتحفز عندما ترى جزيئها ثانية في النسج عادة أو بالأعضاء اللمفاوية المحيطية التي هي العقد اللمفاوية أو الطحال بشكل رئيسي فطبعا الجزيئات يتم جلبها إلى العقد اللمفاوية بشكل رئيسي عبر اللمف أو عبر الدندرديكسيلز هناك يتم عرض هذه الجزيئات لخلايا التاء وهي CD4 والCD8 بعدها تتفعل بيوم أو يومين ثم تخرج عمليا عبر اللمف الأوعية اللمفاوية لتعود إلى الدم ثم لتذهب لتبحث عن موضع الخطر في النسج المصابة وهناك تقوم خلية التاء بتفعيل الخلايا البالعة الماكروفيجز لقتل هذه المايكروبات أو تساعد خلايا السمية في قتل الخلايا المصابة إن كان المايكروبات اقتحمت هذه الخلايا مثل هذه المايكروبات مثل الفيروسات وبعض البكتيريا فما هي خطوات تفعيل خلايا التاء عقب تعرف خلية تائية عديمة خبر على جزئها الذي يختص مستقبلها به فإنها سوف تنتج سايتوكرينات متعددة معرفة هذه السايتوكرينات هام جدا في فهم الأمراض ويحاولون العلماء كثيرا هذه الأيام أن يعرفوا ما هي هذه السايتوكرينات للتنبؤ بكيفية تقدم هذا المرض سلبا أو إيجابا لكن طبعا الأمر ليس بذلك النجاح ثم تتكاثر فهذول الاثنين إنتاج السايتوكرينات والتكاثر يجري في آن واحد تتكاثر فيما سميته لكم التوسع المتماثل أو الأحادي Clonal Expansion ترجمت لكم كلمة Clonal بمعنى هو بمعنى متماثل لأنه Clones معتها توائم Clone توأم فClones توائم فتوسع متماثل لكن باعتبار أن هذه التوائم هذه الخلايا التي تنتج بالملايين كلها يشبه بعضها بعضا وعمليا تأتي من خلية واحدة فسميته أيضا توسع أحادي يعني أنتم تنتجون خلية واحدة لكن نسخ ضخمة منها بعد ذلك بعد هذا التكاثر تتمايز الخلايا هذه الخلايا المتماثلة تتمايز إلى خلايا عاملة أو فعالة Effector ثم تهاجر إلى مراطق الخطر تحيد الخطر يموت معظمها بشكل مبرمج الذي سمينا A-Poptosis ويبقى القليل كخلايا ذاكرة هذه الخلايا عمليا هي خلايا نائمة لكن تستيقظ فقط عندما ترى جزئها الذي يجب عليها أن تتخلص منه لكل من هذه الخلايا خلية عديمة الخبرة Effector والذاكرة لكل من هذه الخلايا طريق هجرة يتميز عن الآخر طريق هجرة يتميز عن الآخر فهذه المراحل في تفعيل الخلية تجدونها بهذا الترتيب Antigen Recognition هو التعرف على الجزئ cytokine secretion يعني إنتاج cytokine ومن أهمها cytokine اللي يسمينا Interleukin 2 بعد ذلك التكاثر proliferation بعد ذلك التماير differentiation ثم تقوم هذه الخلايا بعملها الـ effector functions وطبعا عملها هو إذا كانت خلية مساعدة CD40 تساعد غيرها على القيام بمهماتها وإن كانت خلية سمية تقوم فإنها تقوم بالقتل المباشر هناك الكثير من المستقبلات الكثير من المستقبلات التي تشارك في تفعيل الخلية الأول طبعا هو مستقبلات التعرف T-cell receptor التي تتعرف من خلالها خلية التاء على الجزيء الذي تختص به كما نذكر عدد هذه المستقبلات حوالي المئة ألف كلها يتعرف على الجزيء نفسه بعدها تأتي مستقبلات إرسال الإشارة فهذه أيضا تكون حول مستقبلات التعرف وأهمها هو CD3 والCD4 والCD8 وهناك سلاسل تتكرر اسمها Zeta Chains سلاسل Zeta ثم لدينا مستقبلات تعزيز التصاق الخلية التائية بالخلايا العارضة كما نعلم خلية التاء تحتاج لكي تفهم ما هي الجزيء العدو يجب على هذا الجزيء العدو أن يعرض من قبل الخلايا العارضة اللي هي الديندريديك سيلز ماكروفيجز والبي سيلز كل له اختصاصه فلكي يتم هذا التعارض بشكل أفضل على الخلية أن يلتصق بعضهما ببعض فهذا الالتصاق يتعزز من خلال جزيء أو مستقبل نسميه Leucocyte Function Associated Antigen فهذا الجزيء نسميه باختصار LFA1 وهو نوع من أنواع عائلة نسميها Integrans له أهمية هامة إن كنتم تذكرون في توقف الخلية في الدم قبل خروجها إلى النسج LFA1 الرابع هو مستقبلات مساعدات التفعيل فإذا كانت الإشارة الأولى تأتي من TCR فإن الإشارة الثانية لكي تكتمل الاستجابة المناعية تأتي من المستقبلات نسميها مساعدات التفعيل Co-Stimulation أو Co-Stimulatory وأهمها جزيء نسميه CD28 CD28 أخيرا هناك مستقبلات لإنهاء التفعيل لأنه كما نعلم هذه الخلايا سوف تموت في الختام فمن سيؤدي إلى موتها هذه المستقبلات مستقبلات الإنهاء وأهمها تاريخيا الذي يعرف هو CTLA-4 ثم والهام جدا حاليا كدواء لمعالجة بعض السرطانات هو استهداف ال-PD-1 ال-PD-1 فلفهم عمل هذه المستقبلات يجب أن نعلم أين تتواجد هذه المستقبلات فإذا نظرنا إلى هذا الرسم إلى اليسار فسطح خلية التأ وإلى اليمين هو سطح خلية عارضة فالTCR سوف يتعرف على جزء معروض من قبل MHC كلاس 2 إذا كانت الخلية هي من النوع CD4 وإلا فإن MHC سوف يكون من نوع كلاس 1 إذا كان عوضا عن CD4 CD8 كما نعلم ما تبقى فهو مشترك بين خلايا CD4 والCD8 ماذا يوجد يوجد CD3 هذا CD3 عدة سلاسل لا تتعرف على أحد وإنما مهمتها رسال الإشارة داخل الخلية التأية ومثلها أيضا الزيتا تشينز ومثلها أيضا CD4 أو CD8 الآن بالنسبة لمساعدات التفعيل CD28 يتعرف على جزيئات على الخلايا العرضة نسميها B71 وB72 ولها أرقام أيضا CD80 CD86 فCD28 يتعرف على أيا منهما B71 B72 أو CD80 CD86 في ختام التفعيل عندما يجب أن يتخلص من هذه الخلايا CTL4 يكثر وجوده وCD28 يقل CDL4 سوف يتفاعل مع المستقبلات مساعدات التفعيل نفسها يلي هي B71 وB72 وأيضا PD1 يتعرف على مساعدات أخر PDLA1 وPDL2 بالنسبة LFA1 اللي هو الانتجرن ومهمته التصاق الخلية التائية بالخلية العارضة لدينا مستقبله المقابل نسميه ICAM1 هذه التسميات هامة معرفتها ومعرفة وظائفها فهذا ما ترونه عمليا في الأسفل تكلمنا عنه باختصار فمعرفة هذه المستقبلات هام وسوف نسأل عنها وعن كل وظيفة من وظائفها الآن سوف ننتقل إلى كيفية إرسال الإشارة طبعا سنتوسع أكثر في السلايد القادم فهنا الإشارة طبعا ما هي الإشارة هي الجزيء المعادي نفسه معروض من قبل الـ MHC وفي هذه الحالة الخلية العرضة تعرض هذا الجزيء إلى خلية مساعدة لأنه موجود CD4 وإلا فإنها خلية سمية إذا كان عوضا عن CD4 CD8 فبدء الإشارة عمليا هو التعارف هذا أولا عندما يتم هذا التعارف فهناك إرسال إشارة عبر CD4 أو CD8 عبر إنزيم من سمي LCK 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 سوف يقوم بفسفة إعطاء فوسفات لعدة مناطق من CD3 وأيضا زيتا chain هدول زيتا chain وCD3 سوف يرسلون الإشارة داخل الخلية كما سنرى قريبا فإذن باختصار الإشارة تبدأ من الجزئ المعادي ثم يقوم CD4 عبر إنزيم مقترن بذيله داخل السايتوبلازم يقوم بإرسال إشارة عبر مجموعات الفوسفات إلى ذيول CD3 والزيتا chain سلاسل زيتا هذه بدورها تقوم أيضا بإرسال إشارة عبر وسائط البروتينية داخل الخلية وسنرى ماذا الذي سوف ينتج في الرسم السابق تقلمنا عن إرسال إشارة عبر TCR ومساعده CD4 أو CD8 الإشارة الثانية يجب أن تتم عبر مستقبلات مساعدات التفعيل التي هي CD28 خصيصا ويتعامل به مع الB71 والB72 أو CD80 CD86 لماذا حطوها كإشارة ثانية لأنهم وجدوا أنه إذا لم يتم إرسال الإشارة عبر مساعدات التفعيل فإن الخلية سوف تكون نسميها متعبة الخلية الخلية ستكون عمليا متعبة أحيانا نستخدمون تعبير آخر نسميه energy وهو انعدام الطاقة الخلية حقيقة متعبة إذا تم تفعيل الخلية فقط من خلال TCR مع مقابله يلي هو MHC إذا تم هذا التفعيل في المخبر عدة مرات فإن الخلية سوف تتعب ولن تقوم باستجابة بعدها أما إذا تم التفعيل من خلال TCR كإشارة أولى والCD28 كإشارة ثانية فإن الخلية سوف تنتج عدة سايتوكاينات وأهمها IL-2 interleukin-2 ثم فإنها سوف تتكاثر فإذا من أهم ميزات الاستجابة المناعية أمران نكرر أمران التكاثر وإنتاج السايتوكاينات التكاثر وإنتاج السايتوكاينات بالنسبة لمستقبلات مساعدات التفعيل تاريخياً يلي اكتشفوه أنه CD28 على التيسل يستطيع أن يتعامل أن يلتصق التصاقاً جسدياً مادياً بمستقبلات الـ CD80 أو الـ CD86 أو الـ CD86 لاحقاً اكتشفوا أنه يوجد مستقبلات مشابهة بظروف أخرى مثلاً الأيكاس الأيكاس عملياً 275 275 275 هذا اسمه لاحقاً اكتشفوا وجود الـ PD-1 والـ PD-L1 وحد اسمه 274 CD274 وCD273 مهمته طبعاً هو تعويق التفعيل تعويق التفعيل يشبه في عمله الـ PD-1 مثل عمل الـ CTLA-4 فعندما ينخفض عمل الـ CD28 مع مقابله يكثر عمل الـ CTLA-4 أو الـ PD-1 أو الـ PD-1 وهناك أيضاً مستقبلات أخرى ليس هنا المجال لذكرها ملاحظة أخيرة قبل أن ننتقل هو أن هذه المستقبلات إذا بتلاحظوا كلها فيها هذه الدوائرة وإن تذكرون فإن هذه الدوائرة عملياً هي كرات كرات الـ immunoglobulin domain شكل الـ immunoglobulin اللي هو كروي فكل هذه المستقبلات مرينة تتكون من عدد من هذه الكرات في جسمها لكي يكون التفاعل أفضل لا ننسى أن هذا التفاعل تفاعل حي يتم فيه تعامل المستقبلات مع مقابلاتها بشكل مرين ننتقل إلى موضوع جزئي عملياً أو الثانوي هو تفعيل خلايا التاء السمية لأنه تركيزنا دائماً بيكون على خلية التاء بشكل عام وخلية CD4 الخلية المساعدة بشكل خاص بالنسبة للخلية السمية اللي هي CD8 T-Lymphocyte أو من سميها Cyto-T-Lymphocyte CDL أيضاً تحتاج لمساعدات تفعيل أيضاً تحتاج لمساعدات تفعيل وتحتاج أيضاً يعني إذا من لاحظ تحتاج إلى مساعدات تفعيل تتعامل من خلاله TCR ومساعدات التفعيل مع الخلية العارضة الخلية العارضة بنفس الوقت أو بوقت مختلف بوقت آخر تتعامل مع خلايا المساعدة CD4 فالخلايا المساعدة ستعطي إشارة لخلية السمية كيف تتعامل كيف تتعامل مع الخطر فإذا الخلية السمية CD8 T-Cell تحتاج إلى مساعدات تفعيل وأيضاً تفاعل TCR مع الMHC على الخلية العارضة وهناك إشارة هناك إشارة ثالثة إذا صح التعبير سوف تأتي من خلال السايتوكاينات المنتجة من قبل الخلايا المساعدة لتعطي التعليمات لخلايا CD8 T-Cell الخلايا السمية والتي سوف طبعاً تتكاثر وتنتج سايتوكاينات ثم تقوم بالبحث عن الخلية المصابة لقتلها تبحث عن الخلية المصابة لقتلها فما هي تفاصيل إشارات التفعيل هناك عدة محاور تنتج تفعيلاً للخلية فأولاً لدينا تفعيل إنزيمات تفعيل إنزيمات نسميهن كاينيسز كاينيسز هذول الكاينيسز مهمتهم إضافة مجموعة الفوسفات يلي هي الفوسفور مع أربع ذرات من الأكسجين ال-Po4 هذا مجموعة الفوسفات تضاف من قبل إنزيمات الكاينيس فهذا أولاً ثانياً توظيف عدد كبير من البروتينات كصلة وصل للإشارة وهذا العدد الكبير يتم داخل الخلية يتم داخل الخلية ختاماً يتم إنتاج عوامل نسخ Transcription Factors ما هي عوامل النسخ؟ هي بروتينات تساعد أو تتحكم بجينات خلال تحول المعلومات من ال-DNA إلى ال-RNA من ال-DNA إلى ال-RNA اللي هو الحمض النووي الرسول فهذا أمر هام أن عوامل النسخ سوف تتحكم بعدد منها بعدد من الجينات ماذا يتم من خلاله؟ غالباً هذه الجينات سوف تنتج سايتوكاينات معينة هي التي تقوم بإرسال التعليمات إلى خلايا أخرى هناك ملاحظة أن الخلية عديمة الخبرة نايف تيسل تنتج عملياً طاقة أكبر طاقة أكبر من ال-ATP أكبر من الخلية العاملة ما هو السبب؟ الخلية العاملة The Effector T-Cer تعتني أكثر بإنتاج مواد تساعد في تكاثر الخلية إذا بنتذكر أنه من علامات التفعيل أمران إنتاج السايتوكاينات والتكاثر فالتكاثر يحتاج إلى إنتاج كثير من المواد لأن الخلية عندما تتكاثر يجب أن تضاعف من كل مكوناتها قبل أن تنقسم فلذلك الخلية العاملة تعتني أكثر بإنتاج هذه المواد التي تساعدها في الإنقسام والتكاثر بينما الخلية عديمة الخبرة لا تحتاج لذلك لأنها لا تهتم بالتكاثر أولاً تهتم بإنتاج طاقة في البداية طبعاً عندما يتم التحول إلى خلية عاملة فإنها ستخفف من إنتاج الطاقة وتقوم بإنتاج مواد أخرى الرسم إلى اليسار من الأهمية بمكان وفيه يقولون لنا ما يدي أنه إذا كنا عم نتكلم على محور السينات على المحور الزمني بداية بالساعات ثم بالأيام ومحور العينات هو مدى إنتاج مواد معينة فكبداية في الاستجابة المناعية يتم إنتاج عملياً مساعد أو عامل نسخ من سميه C-FOS هذا في البداية بعدها يتم إنتاج السايتوكاين IL-2 بعدين يتم تفعيل جزء سلسلة مستقبلة على سطح الخلية التائية من سميه CD-69 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 عندما ينخفض مستوى يبدأ إنتاج مستقبل آخر من سميه CD-25 CD-25 هو نفسه الذي يستقبل IL-2 فعملياً الخلية تنتج ال-IL-2 ليس فقط لتؤثر على غيرها وإنما أيضاً لتؤثر على نفسها من خلال إيجاد هذا المستقبل البروتيني على سطحها بعد ذلك يوجد عامل مساعد للتفعيل كورستيميليتر من سميه CD-40 ليغاند أو CD-40 L هذا هام في التعامل مع عدد من الخلايا شبيه عمله بال-CD-28 إذا تتذكر CD-28 هو مستقبل مساعد للتفعيل فال-CD-40 لغاند أيضاً مستقبل مساعد للتفعيل عندما يتم هذا الانتاج كل هذه كل فترة وفترة واحد بطلع واحد بينزل يتبدأ الخلية وقتها بالانقسام فخلال هذه الفترة إذا بتلاحظوا يتم إنتاج الـ ATP بشكل أكبر بينما عندما تتحول الخلية إلى الـ Cell Division ينخفض الـ ATP هذه الطاقة ويبدأ إنتاج الكثير من المواد لأن الخلية تحتاج إلى أن تنقسم وتتكافر وتتكافر الرسم في الأسفل يعطي موازياً لهذه المراحل التي تكلمنا عنها في الأعلى فترون أن CD-69 أولاً ثم CD-25 ثم CD-40 دليغاند ثم في الختام عندما تنتهي الاستجابة المناعية يتم إنتاج الـ CTLA-4 والخلية عندها سوف تموت وتبقى خلايا الذاكرة فقط في هذا الرسم سنتكلم عن بعض التفاصيل طبعاً برغم ازدحام هذا الرسم بالكثير من البروتينات وعوامل النسخ لكن من يتعمق في علم المناعة سيرى أن هناك شبكات لا تنتهي من العوامل التي تساعد في تفعيل الخلية أو إنهاء تفعيلها فلينذا تكلم عن ما يجري في داخل الخلية من حيث إرسال الإشارات فطبعاً ذكرنا أن الإشارة الأولى تأتي عملياً من من تعرف مستقبل التي سي آر لخلية تائية على جزيء معادي أو جزيء غريب معروض من قبل الام ات سي من قبل خلية عارضة اللي هي الديندروتيكسيل أو الماكروفيج أو البيسيل إذا كانت هذه الخلية خلية مساعدة فإنه يوجد سي دي فور موجود عملياً بجانب التي سي آر وإلا فإنه سي دي ايت وتكون الخلية سمية موازياً لعمل التي سي آر ما مذكور هون هو عمل مساعدات التفعيل يعني سي دي توينتي ايت يجب أن يكون حوالينا هون ويوجد أيضاً مقابله يلي هو البي سيفن وان بي سيفن تو ولا ننسى أن هناك أيضاً مساعدات الالتصاق الف اي ون مع الاي كام ون ما مذكورت هون فهذه الإشارة عندما تقوى من قبل هذين الاثنين تي سي آر والسي دي توينتي ايت أو السي دي فور تي لايغاند إلى آخره فإن السي دي فور أو السي دي ايت يفعل الإنزيم الملتصق بذيله داخل الخلية في السايتو بلازم وهو الالسي كي وهناك أسماء أخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الالسي كي يقوم بتفعيل مناطق على السي دي ثري وزيتا تشين فالفاسفيت يلي هو البي أو فور فاسفيت جروب البي أو فور مجموعات الفوسفات هذه تساعد في جلب بروتينات أو إنزيمات أخرى تلتصق بها مادياً تلتصق بها داخل الخلية أهمها هو الزاب سيفنتي زاب سيفنتي زيتا أسوسيت بروتين سيفنتي سيفنتي عادة هو وزنه لأنه بيعرف عادة الوزن والطول إلى آخره فزاب سيفنتي يقوم بتفعيل إنزيم اسمه PLC-Gamma-1 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 يكون ملتصقاً إلى بروتين على شكل وصله هذا البروتين يقوم بالتفاعل مع PLC-Gamma-1 ومع إنزيم آخر منسميه PI3-Kinase PI3-Kinase وأيضاً يسمح بتواجد عدد من البروتينات منسميها GDP GDP Exchange Factors بروتينات موجودة فإضاً نهاية الإشارة تذهب إلى أحد ثلاثة طرق أحد ثلاثة طرق رئيسية الأول نبدأ به هو PLC-Gamma-1 PLC-Gamma-1 يتم تفعيله فيقوم بأحد أمرين أو كلاهما الأول هو التكثير من التكثير من الكالسيوم الذي يخرج عادة من أماكنه إلى السايتوبلازم فإكثار الكالسيوم إكثار الكالسيوم يؤدي إلى تفعيل إنزيمات يلي هو الكالسينورن والكالسينورن يقوم بتفعيل مساعد أو عامل نسخ Transcription Factor اسمه N-FAT فنجد الكثير من الاختصارات هنا الطريق الثاني بعد تفعيل إنزيم PLC Gamma 1 يتم تفعيل شحمي اسمه DAG باختصار Diacyl Glycerol فهذا الداغ يقوم أيضا بتفعيل إنزيم اسمه PKC هذا PKC يقوم بتفعيل عدد من عوامل النسخ مثل NF-KB وهو من أهم أو أكثرها شهرة ومعرفة بين العلماء NF-KB فهو عامل نسخ أو AP-1 فإذا PLC Gamma 1 تفعيله يقوم نقوم بطريقين باتجاه INFAT أو بطريق آخر باتجاه NF-KB أو AP-1 ماذا عن GDP P ال-GTP يقوم ال-GDP وال-GTP بتفعيل إنزيمات اسمها RAS أو RAC فهذا الطريق معروف بطريق ال-RAS-RAC pathway طريق ال-RAS-RAC فهدول يقومون بالالتصاق بال-GTP ما هو ال-GTP شبيه بال-ATP هو عمليا جزيء طاقة فعندما يكثر تكثر الطاقة مع هذين البروتينين يقومان بتفعيل عدد من الإنزيمات تسمى ERC وجنك ERC and Junk طبعا هي كلها تمختصرات لكن نلفظها هيك ERC and Junk أيضا يقومون بتفعيل مساعدات أو عوامل النسخ NF-KB و-AP1 ختاما ال-PI3 kinase pathway والذي عملت به لفترة يعتبر من أهم الطرق لأنه ينتج عنه حركة للخلية الخلية سوف تتحرك وتهاجر من مكان إلى آخر فال-PI3 kinase يقوم عندما يتفعل يقوم بإنتاج شحم اسمه PIP3 PIP3 مختصار مسميه PIP3 هذا PIP3 سيقوم بتفعيل عدد من الإنزيمات أو البروتينات منها AKT وال-MTOR نلفظون هيك AKT وال-MTOR ماذا ينتج عنه ينتج عنه العديد من الأمور أهمها هو حركة الخلية الخلية سوف تتحرك لا ننسى أن خلية T-cell سوف تهاجر ولتهاجر تحتاج لأن تحرك من عضلاتها داخل السايتو بلازم هذه العضلات لا تتحرك هذه السلاسل داخلها السلاسل البروتينية من المايكرو فيلمنت أكتين فيلمنت مايكرو توبيول سكلهدرون يحتاجون إلى محرك هذه المحركات تأتي من خلال هذا المحور الذي سميناه AKT AKT أن أمتور فكما نرى أن الإشارة تبدأ عمليا بالبداية من على سطح الخلية ثم يتم إرسالها عبر مجموعات الفوسفات التي تفعل العديد من العوامل في داخل الخلية ثم يتم تفعيل إنزيمات مختلفة ثم تفعيل عوامل نسخ عوامل نسخ سوف تتحكم بعدد من الجينات هذه الجينات سوف تنتج غالبا سايتوكاينات السايتوكاينات ستقوم بإرسال تعليمات إلى خلايا محددة من خلال الاتصاص بمستقبلاتها على تلك الخلايا وبالتالي تقرر طبيعة العمل أو طبيعة الاستجابة لهذا الخطر الذي نشأ من هذه الإشارة البروتينية المعروضة من خلال الMHC للTCR فكما نرى أنها صورة مزدحمة صورة مزدحمة هي عمليا رمز رمز للحياة الكل في عمل بلا توقف ننتقل الآن إلى نقطة جانبية وإن كانت أساسية لكن ستكون باختصار وهو الكلام عن سايتوكاين آيل 2 ودوره ودوره سايتوكاين آيل 2 ودوره في تفعيل وتكاثر الخلية هناك نقطة بسيطة وهي أنه عندما يتم تفعيل الخلية من خلال الTCR مع مقابله الMHC والCD28 مع مقابله الB7 على الخلايا العارضة فإن هذه الخلية عديمة الخبرة التي كانت عديمة الخبرة والتي تملك عدد من السلاسل لمستقبل الائل 2 فيوجد للمستقبل ثلاثة سلاسل تبدأ بسلسلتين أولا البيتا والجاما البيتا والجاما هذه البيتا والجاما لا تعملان بشكل جيد في التعرف على السايتوكاين آيل 2 فعندما تنقلب هذه الخلية عديمة الخبرة إلى خلية عاملة أو فعالة فإن هذه الخلية سوف تنتج السلسلة الثالثة يلي هي الألفة فبصير عنا ألفة وبيتا وقاما هدول الثلاثة بكون مستقبل الآيل 2 يلي منسمي آيل 2 آر اختصارا لريسبتر آيل 2 ريسبتر فآيل 2 ريسبتر يتشكل من هذه الثلاث السلاسل الثلاث ووقتها سيكون تفاعله أو تعرفه على سايتوكاين آيل 2 بشكل أفضل فعندما يتم ذلك فإن هذه الخلية سوف تعيش يعني كأنه هو مادة أكل لخلية التأ فإذا تواجد فإن الخلية سوف تعيش وسوف تتكافر فالنقطة اللي بذكروها هون إنه إذا كان وجد بيتا وقامة فقط كسلسلتين دي هذا المستقبل مستقبل السايتوكاين آيل 2 فإن إنجذابه أو حبه affinity هي إنجذاب أو حب إذا ترجمناها حرفيا فإن إنجذابه لآيل 2 يكون ضعيف بينما عندما يتواجد السلسلة الثالثة اللي هي الألفة مع البيتا والقامة فإن إنجذاب إلى الآيل 2 ستكون بشكل أفضل والدليل على ذلك أنهم قاسوا هذا الثابت ثابت الإنجذاب عمليا أو بسموه ثابت ثابت الإنفصال KD dissociation هو ثابت الإنفصال فإذا كان هذا الثابت عشرة إلى أس نائز 9 مولر عشرة نائز 9 بيكون الإنجذاب ضعيف أنما أما إذا قل حجم هذا الثابت ثابت الإنفصال يصبح الإنفصال أقل عمليا إذلك عشرة إلى أس نائز 11 هو رقم أصغر بمئة مرة من الجاذب عشرة إلى أس نائز 9 كما نعلم من الرياضيات فإذلك الإنفصال هنا يكون أكبر الإنفصال هنا يكون أصغر يعني بالعكس إذا سمنا الإنفصال يكون هنا أكبر هذا يعني أن تعرف المستقبل على IL-2 يكون أصغر بينما تعرفه هنا يكون أكبر كما نرى أن علاقة الرياضيات مع البيوكيميستري مع الإمينالوجي عمليا لا تنفصل فماذا عن تكاثر الخلايا يتم التكاثر بعد تفعيلها بيوم أو يومين لأن الخلية تحتاج عمليا إلى يومين داخل غالبا العقد اللمفاوية غالبا العقد اللمفاوية كما قلنا نحتاج إلى عدد كبير ويكون ذلك عبر تكاثر أكبر لخلايا السمية أولا خلايا السمية تكون أكبر عددها دائما حوالي الضعف من خلايا CD4 طبعا يوجد 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 دائما استثناءات لكن هذا بشكل عام فيوجد ملاحظة هذه النقطة أن خلايا CD8 T-cells عددها عندما تتكاثر أكبر خاصة في التعامل مع الهجومات المايكروبية يكون عددها أكبر لأننا نحتاج إلى عدد أكبر من خلايا السمية لتخلص من الفيروسات ومن المايكروبات التي ممكن أو حتى الحيوانات الصغيرة التي ممكن أن لا تتكاثر إلا داخل الخلايا هنا سوف نتكلم عن باختصار عن تطور الخلايا العاملة التائية الخلايا العاملة التائية طبعا تكلمنا عن كثير من هذه النقاط السابقا ما نضيف إليه هنا بالنسبة لتفعيل الخلية التائية هو أن الخلية عدمت الخبر عندما تأتي من الدم وتدخل إلى العقدة اللمفاوية هذه الخلية سوف تتمايز إلى عدد من أعضاء هذه العائلة هناك نوع TH1 يلي هو مساعد على الالتهاب TH2 يلي هو مضاد للالتهاب بشكل عام طبعا TH17 هو مساعد للالتهاب ومضاد للاقتحامات البكتيرية والفطرية وهناك نوع رابع لم نتكلم عنه بتوسع وهو يلي سمينا TFH أو Follicular Helper T-cells هي خلية مساعدة موجود عليها أيضا CD4 لكنها تهاجر إلى مناطق وجود خلايا B-cells هذه الخلايا سوف تساعد وتبقى في العقدة اللمفاوية تساعد خلايا B-cells أن تصبح بلازمة لتنتج النوع المحدد من الأجسام المضادة هذه الأجسام المضادة مع الخلايا الفاعلة أو الفعالة سوف تخرج إلى الدم ثم تذهب إلى أماكن معالجة الخطر في النسج طبعا رأينا هذه TH1 TH2 TH17 وقلنا أنها موجودة أيضا في المناعة الطبيعية أو المتأصلة أو الأصلية فموجودة هناك لكنها أهم بكثير هنا في المناعة المتكيفة الخلوية عمليا ماذا عن تأثير مساعدات التفعيل CD40 وCD40 لنتكلم عنها باختصار فهناك نتيجتان لتأثير مساعدات التفعيل CD40 لايغاند وCD40 فسنجد أن CD40 لايغاند وهذا هام أن نتذكر موجود على سطح الخلية التائية بينما مقابله نسمي CD40 ممكن أن يتواجد على سطح خلية الماكروفيج أو على سطح خلية البيسل إذا تواجد على سطح خلية الماكروفيج وتم التفاعل من خلال TCR ومساعدات التفعيل CD40 لايغاند وCD40 فإن الخلية الماكروفيج يصبح قتلها أفضل يعني هنا نلاحظ أهمية الخلية التائية المساعدة في مساعدة الماكروفيج في أن تقتل وأن تبتلع بشكل أفضل أما إذا كان مقابلها هو خلية البيسل فإن الناتج أن أن الخلية البائية التي تصبح خلية بلازمة ستقوم بإنتاج نوع محدد نوع محدد من الأجسام المضادة ما الذي يتحكم بهذا النوع المحدد طبعا هو السايتوكاينز التي تأتي من الخلية المساعدة أيضا فهذه تقوم بتحديد نوعية الأجسام المضادة وتساعد الخلية في التمايز إلى خلية بلازمة لتنتج هذه الأجسام المضادة المحتاج لها في ذلك الخطر المحدد في ذلك الخطر المحدد فإذا هناك نتيجتان لذلك التأثير للCD40 مع CD40 لائغاند أولا تقوية الخلايا البارعة الماكروفيجز على القتل وأيضا تقوية البي سيلز في التمايز إلى بلازما سيل وإنتاج أجسام مضادة لمعالجة خطر محدد ما في الختام كما قلنا سنتكلم عن هجرة هذه الخلايا وقلنا أن الخلايا عديمة الخبرة والخلايا الفعالة أو العاملة مع الخلايا الذاكرة كل منها يختلف في هجرته وأسلوبه عن الآخر والسبب هو ما هو الموجود أو ما الذي سيتشكل على سطحها من سلاسل بروتينية تستخدمها كأرجل في هذه الهجرة تستخدمها كأرجل في هذه الهجرة فمثلا من الأهمية بما كان أن نتذكر أن خلايا عديمة الخبرة النايف تي سيلز يكثر وجود الالسلكتن هو مستقبل بروتيني سلسلة بروتينية الالسلكتن يكثر وجوده على سطحها وهناك أيضا CCR7 يلي هو مستقبل لجاذبات بروتينية من خلال CCR7 فإن الخلية عديمة الخبرة سوف تقوم بقراءة الكثير من الجاذبات البروتينية الموجودة في الدم وهذا الذي سوف يساعدها هذان الاثنان بالذات سيساعدان الخلايا عديمة الخبرة في الهجرة إلى العقد اللمفاوية إلى العقد اللمفاوية أهمية LFA1 كإنتجر إذا بتتذكر هو تبطيء أكثر للخلايا عديمة الخبرة في الدم حتى تستطيع الهجرة من الدم إلى داخل العقدة اللمفاوية بينما الخلايا العاملة يقل وجود L-Selectin ويكثر وجود عضوين من العائلة واحد من سمي E-Selectin والآخر من سمي P-Selectin E-Selectin وP-Selectin فعمليا في عادة وأيضا هذه البروتينات تتواجد على خلايا أخرى أيضا فمتى ما تواجد E-Selectin والP-Selectin هذا يعني أن الخليع عندها قدرة أفضل على تبطيء نفسها في الدم لها قدرة أفضل على تبطيء نفسها على تبطيء حركتها في الدم عوضا عن CCR7 سيقل وجوده ويقصر وجود CXCR3 هذه أسماء لربما نتطرق لها مستقبلا لكنها مستقبلات CCR7 والCXCR3 هي مستقبلات لجاذبات يعني مثلا الخلية عندما تمر بجانب هذه الجاذبات تدرك أن هناك أمان ما يجب أن تلقي انتباهها له عوضا عن LFA1 يتواجد VLA4 اللي هو نفس العمل LFA1 VLA4 مهمته أن تقف الخلية تماما على سطح الخلايا التي تشكل أوعية الدم لأنه كما نعلم وكما نعلم سابقا أنه يجب أن تتوقف الخلية قبل أن تهاجر من الدم إلى النسج وإلا فإنها لن تستطيع الدخول إلى النسج فVLA4 هام جدا لهذا التوقف للخلايا العاملة هناك مستقبل هام هو S1PR1 هذا المستقبل اللي هو من سمي Type 1 Sphingosine 1 Phosphate Receptor هذا المستقبل إذا من لاحظ من الرسم يجب أن يكثر وجوده على سطح الخلية إذا كانت قد تفعلت فعندما تدخل الخلية عديمة الخبرة إلى العقدة الليمفاوية يكون غير موجود بعد يومين مثلا من التفعيل فإنه سوف يكثر وجوده عندما يكثر وجوده فإن الخلية سوف تستطيع الخروج عبر الأوعية الليمفاوية من العقد الليمفاوية إلى الدم فبدون وجوده هذا المستقبل فإن الخلية لن تستطيع الخروج من العقد الليمفاوية ولذلك هو مثل بوابة للتأكد أن الخلية التائية سوف يتم تفعلها في العقد الليمفاوية وهذا التفعيل يحتاج إلى وقت تحتاج إلى يوم أو يومين لقراءة هذه الجزيئات العدوة التي أتت بها الليمف وخلايا الدندريتكسلز وإلا فإن الخلية ستكون ليست بذلك الخبرة الكافية للقيام بمهمتها فهذا باختصار عن هجرة الخلايا التائية الأهم أن نعلم ما هو الموجود على سطح هذه الخلايا سراء كانت عديمة الخبرة أو عاملة ماذا عن الخلايا الذاكرة خلايا الذاكرة لم أتكلم عنها هنا لأن هناك تفصيلا لن نحتاج إليه هنا هناك خلايا الذاكرة نسميها خلايا مركزية تشبه خلايا عديمة الخبرة وهناك خلايا ذاكرة نسميها خلايا ذاكرة عاملة تشبه الخلايا العاملة الأصلية تشبهها في طريقة هجرتها وفي ما يوجد على سطحها من ميزات ولذلك لم أتطرق لذلك هنا نكتفي بالخلايا عديمة الخبرة والخلايا العاملة وهجرتها فإذا هذه الهجرة تميزها عن بعضها هو نتيجة تميز وجود سلاسل بروتينية على هذه الخلايا اختلف بعضها عن بعض وبالتالي تختلف طريقة هجرتها عن بعضها البعض أيضا فهذا باختصار عن هذا الدرس الذي تكلمنا فيه عن المناعة الخلوية خصيصا خلية التاء تكلمنا عن المراحل عن المستقبلات عن التفعيل وكيفية أرسال الإشارة والاستجابة الوظيفية لخلايا التاء ما الذي تقوم بعمله ثم ختاما هجرة هذه الخلايا فنكتفي بذلك كمختصر لهذا الموضوع لننتقل بعده إلى موضوع مرتبط به في الفصل السادس إن شاء الله سأختار بعض هذه النقاط لتوسع بها خلال المحاضرة الحية في نهاية الأسبوع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة